السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الثالث السنوي حباب قلب المحترمين يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة هذه التشميرة عن الساعد استعدادا لمهمة كبيرة ان شاء الله احنا داخلين عليها الفيديو ده كده بطل بوضح لك فيه تفاصيل ان شاء الله لامتحان الخاص بالكيميا العامة او امتحان تلتين المنهج يا بطل افكر طلابنا تاني يا جماعة طلاب المنصة كل طلاب اونلاين ان شاء الله جماعة باذن الله حبيب قلبي الامتحان بتاعك ان شاء الله هيكون امتحان شامل على الكيميا العامة كلها يعني الباب الاول والتاني والتالت والرابع طب تفاصيل الامتحان حبيب قلبي امتحانك هيكون بنفس مواصفات امتحان اخر السنة امتحانك حبيب قلبي ان شاء الله هيبدأ على المنصة باذن الله عشان ما حدش هو له انت ما قلتش بدر يا مستر من يوم السبت على الموافق سبعة وعشرين واحد بص حبيب قلبي سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين يبقى احنا سايبين الامتحان مفتوخ كم يوم بص من دلوقتي اربع تيام وعلى فكرة كده كتير يا جماعة كده كتير جدا الا ان احنا للأسف بنواجه دايما نوع من الطلاب اصلي ما لحقتش اصلي ما خلصتش احنا هيليم من بدر ان هيكون عندك امتحان ومعرفينك ولكن بنأكد تاني ومنزلين لك فيديو بنشرح لك فين انت عندك امتحان فرجاء رجاء بطل بقى كتر الحجج والكلام الفاضي ده اجهز واستعد ودعك من التخازل لان انا جماعة دايما ببقى مشفق جدا على النوع ده من الطلبة هو انا مش مشفق عليك انت بس انت اكبر جاني على نفسك ازاي انت مش مقدر تعب الناس اللي تعبت عشانك واكتهدت والدك واحنا تعبنا معاك كمل بقى يا اخي كمل بالله عليك فهنا جماعة انت لسه قدامك وقت انك تذاكر تراجع تشد حيلك عندك الامتحان احنا سايبينه مش يوم واحد مع ان مفترض نفتحه يوم واحد بس لا احنا سيبناه متاح لمدة اربع ايام هيكون متاح كمان على كورس الشهر الخامس وكورس الشهر السادس يعني اللي مشترك هنا واللي مشترك هنا هيظهر له الامتحان رجاء عن طلابناك العادة زاكر اجتهد كويس ابدأ جهز نفسك عشان الامتحان طب لو انا مش مراجع احسن حاجة وحابب ان انا راجع عملنا لك كمان خبيب قلبي كورس اسمه ورش العمل فيه الاربع ورش الخاصة بالباب الاول والتاني والتالت والرابع وده برضو هننزل بيه علام تفصيلي تاني بس انا برضو قلت اديك فكرة عندك الاربع ورش موجودين في كورس بسعر مخفض تقدر تحصل عليهم يلمولك كل افكار الاربع ابواب يعني لو وايع منك حاجات بسيطة مش بس كده ده كمان الكورس بتاع التاني والتالت والرابع كان شرح الباب كله كانت الكورس الواحد او الورش الواحدة تقريبا ستة او سبع ساعات يعني لو انت ما كنتش معنا قبل كده وحابب تنضم لينا تقدر تحصل على الورش وتخش تحل الامتحان على طول حاجة كده تعرفك انت واقف فين دلوقتي في المنهج انا وصلت لحد ايه هل انا قادر ان انا خش امتحان وحقق درجة كويسة ولا لا التجربة دي جماعة اوعد ضيعها تلاقي واحد منكبر دماغه يقولك يا عمش مشكلة عادي هتتعود لا مش هتتعود دي فرص انت بتختبر بيها نفسك بتقف قدام نفسك بهدوء من غير ما يبقى فيه اي تزمت ولا تعنت معاك وتقعد تحل وتشوف الدنيا معاك ماشي ازاي فرجاءا حباب قلبي الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام نجهز يا جماعة قدامنا تقريبا حوالي ما يقرب من 8-9 ايام نكمل جهزيتنا ان شاء الله بمذاكرة ومراجعة باقية الابواب وبإذن الله ان شاء الله ربنا ووفقكم بكل خير شوفكم دائما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته